الجو بقى حر قوي في أوروبا وإحنا مش عارفين إيه سبب موجة الحر دي مكناش متعودين إن إحنا بنلاقي الأجواء بتبقى بالحرارة دي الحقيقة فنم هو دي دورة مناخية معروفة في الصحراء إن بيحصل الضغط عالي بيسبب إنه لما بينزل إلى الأرض بيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وبيؤدي إلى الجفاف طبعا بسبب ارتفاع درجات الحرارة فمثلا الصحراء الكبرى دي حاجة عادية جدا فيها إن ارتفاع درجات الحرارة إنها صحراء زي ما إحنا عارفين وبيبقى فيها جفاف والأمطار بتبقى قليلة قوي اللي حصل إن هذه الدورة المناخية العادية التي تحدث في الصحراء وبالذات الصحراء زي ما بيقولوا عليها باللغة الإنجليزية اللي هي الصحراء الكبرى انتقلت إلى جنوب البحر الأبيض المتوسط هل هذه أول مرة؟ لا مش أول مرة بس زادت الحدة وزادت تردد زي ما بيقولوا في المصطلحات بتاعتهم أن زادت الحدة وزاد التردد بتاعتها في السنوات الأخيرة اللي احنا شفناها دي بسبب التغيرات المناخية يعني الظاهرة هذه الظاهرة المناخية العادية التي تحدث في الصحراء والتي تنتقل إلى مناطق أخرى من العالم دي حاجة عادية مش أول مرة ولو نرجع لي يمكن الدرجة الحرارة زادت أكتر هذه المرة وأيضا بسبب أن درجة الحرارة المتوسطة للأرض الريدي هي زايدة بسبب التغيرات المناخية نزود عليها كمان حضراتكم ظاهرة النينيو النينيو موجودة دلوقتي وهي أيضا دورة مناخية أخرى العالم بيعرفها وهي بترفع درجة حرارة الأرض وبتؤدي إلى زيادة درجة الحرارة في مناطق أصلا فيها مسطحات مية كبيرة وإلى آخر بتزود الأمطار والسيول إلى آخر فشوفنا مثلا أن الساحل الشرقي من الوقت المتحدة في سيول عارمة وفي دول أكتر كتيرة جدا فيها سيول فإحنا دلوقتي عندنا ثلاث حاجات مع بعض ظاهرة مناخية اللي هي قدت إلى الضغط العالي والدرجة الحرارة عالية جدا مع جفاف في دول كثيرة من أوروبا وجنوب أوروبا اللي هو شمال البحر المتوسط ثم وجود التغيرات المناخية الرفع على درجة الحرارة الأرض لها موجودة حاليا حوالي 1-11 درجة متوسطة نحط تحتها خطوط كتير ثم أننيو يعني سبحان الله الثلاث زواهر مناخية مع بعض حصلوا وأدوا إلى ما نحن عليه الآن في دول أوروبا ترجمة نانسي قنقر